السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في فيديو جديد ويمكن احنا صحيح قدرا لقينا طابة بتضرب اطلق عليها ساروخ مجهول المصدر سقط في بجوار المستشفى المركزي مستشفى طابة المركزي تحديدا نحية نقطة الاسعاف والمبنى او السكن الاداري لفريق المستشفى طبعا خسائر الحمد لله ما فيش خسائر في الارواح لكن في خسائر في حجم ضمار كبير مش قليل بس عايزين نشير لبعض الامور ان احنا اول ما نازع الخبر كانت القاهرة الاقبارية وهي طبعا عارفين قناة المخابرات المصرية هي علانتها الخبر بشكل سريع جدا الامر التاني في نفس الوقت بعض الوسائل اعلام الاسرائيلية قال احنا على علم باللي حصل في طابة برضو في نفس التوقيت ده بقى يخلينا نروح لاحتمال تالت وده مهم بقى ان ايه اللي هيتقال بعد كده اه يبدو كده ان الموضوع هيروح ان الموضوع مش هيبقى بقى موضوع بقى بالخطأ وان اسرائيل اللي ضربتهم هيحاولوا اللفقها لأي حد تاني لان برضو دلوقتي من قبل مسجل الفيديو مباشرة بعض المصادر الاسرائيلية طالعة بتقول هو تقريبا الساروخ ده كان بيستهدف الات ولكن سقط عندكم عن طريق الخطأ يعني معنى كده ان هم بيبلوا زمتهم ان هم ملهمش اه اي تدخل واي اه ومش مسؤولين عن الموضوع يعني فهم براهم الحوار ده فهم عايزين نلبسه الموضوع دوت للمقاومة طيب بعيدا عن اي حاجة يعني يعني مين اللي عمل ومن اللي ضربه هو سؤال واحد بس احنا من يومين اتنين السيسي جاه فرض عضلاته في الفرقة الرابعة العظيمة اللي مخوفة العالم كله وقال لك احنا جيشنا مستعد علشان يدافع عن حدودنا وبس فين يا باشا اجازة الدفاع الجو بتاعتك اللي حتت ساروخ عدى كده وفرتك جزء كبير من المستشفى مركزي عايزين نعرف يعني انا انا كمواطن مصر دلوقتي او انت كمواطن مصر لازم تسأل نفسك السؤال ده قريب من كل اللي ترمض على جنب مين اللي رمي يسيبك بقى من اللي رمي يفكك تلبس اي حد بقى مش مشكلة ان كده كده حتى لو قصر اللي رمياء احنا مش هنعمل حاجة هيقولك بالخطأ واحنا نقول له مش حققه علينا زي ما حصل قبل كده لكن السؤال هنا همعلم فين الدفاع الجو بتاعك فين الجيش العظم اللي انت وقفته قاعد تتكلم وتتغنى بيه مش المفروض مش المفروض نسأل السؤال ده انت كمواطن لازم تسأل السؤال ده ولو حد جاوبك من المسؤولين ابقى قابلني